عقدت رئاسة هيئة التشاور المصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي اجتماع في العاصمة عدن برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي واناقش الاجتماع الذي حضره نواب رئيس الهيئة ولويات عامة رئيس الهيئة وبرنامج عمل اجتماعها في عدن ومزيدات السياسية والاقتصادية على الساحة الوطنية كما بحث الاجتماع جهود الاعداد لاجتماعات اللجان المسؤولة عن اعداد اللائحة الداخلية للهيئة وفي الاطار العام للرؤية السياسية الشاملة ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى السياسية لوضع المسودات النهائية التي سيتم مناقشتها ويقرارها في اجتماع الهيئة خلال الأسابيع القادمة كما اطلعت رئاسة الهيئة على الترتيبات اللوجستية والفنية لعغة الاجتماع العام الحضور لهيئة التشاور والمصالحة في عدن وبحثت الهيئة في اجتماعها عدد من الملفات والقضايا ضمن جدوى العمالها اشتركوا في القناة